السلام عليكم اليوم نحضر الكنافة بالجبنة بطريقة سهلة و بسيطة و سريعة هلا ان شاء الله نذهب على طريق التحضير نبدأ بسم الله أول شي لازم نحضر الجبنة أنا عندي هون جبنة عكاوي طبعا ممكن تستخدموا عكاوي أو النابلسية أو جبنة الشلل تحلوها كمان بصير وموت زرلة كمان بصير بس يعني طبعا الموت زرلة من خليها اخر خيار اذا ما متوفر هذي كبقية الجبنة بس الافضل هي العكاوي والعكاوي بتكون هيك كتير قاسية و مالحة لازم نحليها بس الموت زرلة اذا كنت تستخدموها يعني هي بتصير بس بدي تتاكل مباشرة بس تبرد هيك بتجلد و بصير قاسي هلا لازم احليها اول شي لازم اقطع انا عندي هون 400 جرام بدي اقطعها طبعا نقطعها كتير رفيعة مشان تحلى معنا بسرعة هلا انا بحطوها بزبدية كبيرة وبعبيها الماء وكل ربع ساعة نص ساعة كل ما كان عندكم وقت بتغيروا عليها الماء لحتى تدقوها ما يضل فيها ملح ابدا طبعا اذا بتجهزوها قبل البنهار هلا الجبنة بيكون احسن بتحطوها بالبراد بتنشف من الماء تمام هلا انا بدي احطها بالزبدية وحطتها عليها ماء وحلية انا عندي هون 500 جرام كنافة امتلجة طبعا ممكن تستعملوا كمان الكنافة الفريش طبعا بيكون احسن طبعا ممكن تنتفوها هيك بيئتكم وممكن اذا منتفرما هيك كمان بكون اسهل طبعا شايفيني سعت عندي جاهزة كلا بفضين هيك بصينية كبيرة انا عندي هوني نص كوب سمنة طبعا لازم السمنة كما تكون كتير طيبة انا مدوبتها هيك بالكرويف بس تكون هيك دافي طبعا بس مو سخنة كتير بدي حط فوق هيك شي معلقتين قطر طبعا القطر طبعا بيعطي هيك لون كتير حلو للكنافة بحركم مع بعضهم كتير منيح بنزلهم فوق الكنافة طبعا لازم ننزل كل الكمية لازم نفركها بيدنا كتير منيح هيك تمام لازم نخلطوه ونوزعو كتير منيح طبعا بالنسبة للسمنة انا حطيت 100 جرام تقريبا شي مع علاقتين كبار هيك صار جاهز هلا ان شاء الله بنا نحضر سنية الكنافة طبعا انا بدي استعمل صواني الكنافة التركية طبعا ممكن تستعمل سنية كبيرة بس هاي للي عيلته صغيرة افضل هدول الصواني ممكن تحضروا لشخص او شخصين او ثلاثة يعني هون في اياسات تعفل ان الكنافة طيبة هي صخنة ما طيبة تباتلت عن نهار طبعا انا بدي استخدم هدا اياسه 20 وفيها 16 وهذا 13 انا بدي ادها انك شوية سمنة عن الصينية هيك شوية صغيرة طبعا ما بنكتر لان نحن نحطين منك شوية سمنة طبعا كلما كانت نوع السمنة طيبة طبعا الكنافة بتطلع معاكن قطيب كنافة طبعا هاي الكنافة اللي حضرناها بنوزعها بالصحن طبعا شفتوا نحن هون ما كترنا سمنة كتير لان حطينا كمان شوية سمنة بقلب الصينية طبعا زبدة ما بتصير اكيد في كتير ناس بحبوا يستعمل الزبدة بس بهاي لصفة الزبدة ما بصير لان الزبدة فيها حليب ممكن تستعملوا زبدة دوبوها على النار وتغلوها انا بسوي فيديو طريقة عمل السمنة من الزبدة ممكن يعني بتروح منها السائل بصير بحطي كمية تقريبا شي سانتي وهو هاد الصحن عاملينو هي شي سانتي مشان يعني لعند الحرف هادا طبعا انا ما بدي استخدم كل هاي الكنافة بدي اخد طلبي والباقي نحطه بالبرات نحاول نوزعها على كل على كل مكان طبعا احسن ممكن نحط عليها هاي كنايلو ونكبسها بصحن وزا عندكم صحن تاني متل هاد بنفس الصحن كمان بنكبسها شايفين صارت تمام عنديك الكنافة صارت جاهزة هلا بنحط الجبنة طبعا هاي الجبنة اللي حليناها طبعا انا بعد ما حليتها على الاخير بدوقها ما فيها ملح ابدا بحطها بقماشي وبعصرها ما بخلي فيها مي ابدا بتكون ياها الكنافة جد هيك تطلع طيبة ومقرمشة لازم بكون هاد الجبن ناشف ما فيه مي ابدا هلا باخد كمية طبعا قد ما بتكون هون بتحطوا جبنة بس تخلوا هيك هيك شوية صغيرة شي سنتي مشان ما يلزق على الصينية هلا إن شاء الله بننخبز النافة طبعا انا نشغل الغاز شايفين على حرارة يعني وسط تحت الوسط ما بلتكون نار كتير قوية وبحط على حرف لنا طبعا الصينية ما بحطها بالنص هيك بتحترق من النص بنحطها على طرف هيك ومسل منبروم فيها شوية شوية طبعا قطير بكتير ازا سويلناها على الغاز من الفرن الفرن بتطور كتير لازم هي هون على الغاز ما بتطور كتير هلا منظل مفتلة هيك حتى تستوي طبعا احنا عمنا نخبز دائما معنا محرمة تبيت مطبخ منظل هيك عشان نغوب كل المي زايت شايفين انا عندي هيك استوى شايفين منهزك شوية بشوفوا اني عزيت ومنرفع هيك شوية صغيرة من طرف بيبين معنا شايفين شلون احمر انا بطفي عليه شايفين استوى برشك شوية صغيرة على وجهه من هادا الكنافة اللي ضل معنا طبعا هادا الزيادة انا بحطه بالبرات بيضل فترة طويلة ما بصر له شي هيك شوية صغيرة مشان اذا فيه ماء زيادة هون يسحبه بغطي بالصحن اللي بدي اقلبه فيه خلي هيك شوية دائئتين ثلاثة قبل ما نقلبه انا خليته هيك شوية دائئة شايفين شنو بتحسو الجبنة دابت وساخد شايفين هيك تمام هلا لازم نقلبها طبعا افضلا تحطوا نصف الصحن مشا ينظل ساخن يلا بسم الله شايفين ما شاء الله لازم رأسا كمان نحط القطر هو صاخن كمان شوي نحط اللي شوي تفستو حالة بيضا بتحبه كمان هيك طبعا هاي اللحظة احلى شي لازم نقسمها وفرشكم ياها شايفين شو نقرمش شايفين ما شاء الله هاي المطة المطلوبة جد ولا اطيب من هيك هذا هو بتمنى يكون عجبكم بتمنى طبعا اذا عجبكم ما بتنسونا حطونا لايك واشتركوا بقناة زمنكم مشتركين واهلا وسهلا بالجميع والسلام عليكم اشتركوا في القناة